يا هلا وغلا وعليكم السلام ورحمة الله يا هلا وسهلا نصيحة بدون اسمعوا جاني كومنت اسمعي أعطيني نصيحة بدون أي سبب نصيحتي اللي بدون سبب تابع البث عشان معي البث بنفهم كيف نعيش حياة حلوة هذا هو هذي نصيحتي اللي بدون أي سبب الحمد لله بخير اللي يقول لي صوتي متغير ترى لأنه على اليوتيوب احنا نعدله بطريقة بحيث نصير الصوت يعني صافي أكثر فممكن تتغير يعني خامة صوتي لكن بطبيعة الحال ترى صوتي نفسه ما يتغير أهلا وسهلا طيب بس شغلة قبل لا أبدأ بث اليوم جاني كذا من متابع كلام صراحة خلاني أفكر كثير فيكم أكثر أنه على موضوع البثوث أنه ترى المواضيع حقت البثوث جدا جميلة بس برضو أنتم محتاجين مني تفاعل أكثر يعني محتاجين أجاوب على أسئلتكم فعشان كذا أنا قررت أنه يصير أولا أنا كنت بخلي بث الأسئلة يعني خلت فترة بث الأسئلة منفصل بعدين لا طب أنتم تحتاجون أسئلة في نفس موضوع البث اللي أنا تكلمت عنه فإيش قررت قررت أنه يكون بداية البث الموضوع نهاية البث أسئلة علشان إيش؟ أصير مركزة عليكم وعلى أساس برضو في نفس الوقت أصير اللي عنده أسئلات يعني شاف البث تطرع عليه موضوع معين وده يتكلم يصير خلاص واضح واضح كل شيء أش رايكم صراحة يعني الاقتراح عجبني من الأسبوع اللي فات وهو في بالي بعد بث الأسبوع اللي فات طيب ابشروا من عيوني راح أعطيكم أكثر تفصيل ممكن بهالموضوع له نص ساعة تقريبا وبعدها هذا يا حلوك اللي ختمت قناتي باليوتيوب عقبال ما تختمين منصتي إن شاء الله بدوراتها كلها يا رب طيب كيف شباب الدنيا كلها تغيرت مو بس صوتها تغير ما فهمت ما فهمت العبارة مساء الورد والأنوار طيب خاص أبشروا من عيوني في النهاية أبجاوب على الأسئلة لأن جدولي ليسأل ليش بثوثي بس يوم الأربعة لأن جدولي مليان عندي متدربين عندي محمد تعاونات مع مؤسسات عندي مركز تدريبي أدرب فيه ففيه أشياء كثيرة أسويها فقلت خلاص يوم الأربعة حكرة لكم لا أطلع لا أتمشى ولا أي شيء صدقي يعني أجي أحضر أسوي البث أقعد معكم أحكي معاكم بعدا أروح فهذا هو يعني اللي أنا أقدر الآن أقدمه لكم إن شاء الله ممكن بالمستقبل يتغير الموضوع يصل فيه بثوث تفاعلية فيه بثوث أنه أنتم تدخلون تسألون بس أنا الأمانة ما أحب أتاجر بسواليفكم يعني قصصكم ما أحب أنه أنا أعرضها وأبدأ أتناقش فيها فهمتوا؟ أحس هذا الشيء مؤذي نفسيا أكثر للشخص أنه يكون عرضة للتنمر فما أبغى أحد أطلعه على المنصة ويلا هات مشكلتك وأنا رح أحلها لك كمان فيه نقطة مرة مهمة لما أنا أعرض مشاكلكم وأبدأ أتكلم عنها فيه شخص ممكن يكون يعاني من نفس مشكلتك فالحل اللي أنا أعطيكي يقوم هو يطبقه على حياته وينتكس لأنه فيه حل يعني فيه مشكلة مثلا زي فقدان الثقة بالنفس فيه لها أكثر من مسبب ممكن فلانا مسبب حقها أنه كان عندها فقط في الاحتياج الأساسي عندها فيه فلانا الثانية يكون المشكلة الأساسية عندها أنه هي تعرضت لهجوم كثير بحياتها وتنمر فبالتالي ممكن أنا أعطي نصيحة لهذه تقوم هذه تستخدم النصيحة تلقى ما في حال تقوم تفقد ثقتها بالكامل في التغيير فأنا مرة أحرص أنه إيش يكون يعني يكون فيه فيه مراعاة لصحتكم النفسية وللمعلومات التي تجيكم لأنه أنا تخصصي حساس مو تخصص والله أنه أنا أجي أسالف سواليف فلانا شوفوا هذه السواليف حقها تصار كذا وكذا وشوفوا كذا كذا لا هذا شيء لا علاقة بصحتكم النفسية فيهمني كثير أنه أتعامل معاه بأفضل شكل وطريقة طيب نبدأ في موضوع اليوم رح أتكلم لكم في البداية عن دراسة اللي هي دراسة هارفرد عن السعادة جامعة هارفرد سويت دراسة تقريبا لمدة يعني آخر ما شفت الدراسة كان لها 70 سنة أتوقع الآن وصلت لـ 80 و90 سنة الدراسة هذه عبارة عن سألوا تقريبا 700 شخص 700 وفوق هي بس أنا أتطي 700 كأساس عن ومن مختلف مناطق العالم وعن سعادتهم في الحياة وصاروا يعطونهم مقاييس واختبارات وكذا كل تقريبا سنتين أو ثلاثة سنين يرجعوا يتواصلوا معاهم على مدى العمر يعني تكلم لكم تخيلوا أشخاص أعمارهم الآن يمكن بالـ 70 بالـ 80 على مدى العمر اكتشفوا تخيلوا أن القاسم المشترك اللي يخلي كل هذول سعيدين هو طبيعة العلاقات اللي موجودة في حياتهم صح أنه بعضهم حقق إنجازات ما حقق إنجازات سوى العوامل الثانية عوامل تعتبر فرعية في الدراسة لكن الشيء الأساسي اللي يخلى هذا الإنسان يرجع يشتغل مرة ثانية كان العلاقات الطيبة اللي هو فيها هذا الإنسان يرجع ينجح بالرغم من فشله كان وجود علاقة أساسية في حياته فأنا كنورة تخصصت في إدارة الذات بعدين تشعبت عفوا لإدارة العلاقات ليه؟ لأن العلاقات تعتبر مؤثر ذاتي على الذات وأساساً احتياجاتنا الأساسية اللي شافت بث هرم ماسل أو عفوا بث التعلق اللي موجود عندي على اليوتيوب حيثاً ما أناش قاعدة أتكلم عنه لأنه الاحتياجات الأساسية إحنا نقدر نلبي احتياجاتنا إلى حد ما لكن إحنا جزء من مجتمع إحنا جزء من بيئة إحنا جزء من محيط لازم علاقاتي تكون بطريقة معينة عشان تشبعني وإحنا للأسف ما نفهم أساساً طريقة العلاقات فبالتالي شيء جداً جداً أساسي أنك تعرفه اليوم أول شيء إذا أنا كإنسان أبغى حياة سعيدة لازم أطالع معايير نفسي يعني معاييري مع علاقاتي وتعاملي أنا مع ذاتي علاقتي مع نفسي وعلاقتي مع الآخرين بحيث أنه أنا أقدر أبني حياة مرة سعيدة طيب؟ لاحظة بأفصل إيش اسمي علميني عشان أفصل عليهم أفصل عليهم بأيش تكفين خليني أفصل يلا أحب المخاصمة أنا جوي فتبغون السعادة تبغون الفرحة تبغون البهجة ابدأ بعلاقتك مع نفسك وابدأ بعلاقتك مع الآخرين ما ينفع أنك تقول أببني علاقة مع الآخرين بدون ما أبدأ بعلاقة مع نفسي مرة مرة أن تبوي يا جماعة من هالنقطة إذا أنت حطيت كل شيء قبلك يعني الحياة تطلع منك أنت أنت يعني أنت جزء من الحياة بعطيكم مثال جدا بسيط جدا أبسط أبسط مثال أم جابت أطفال طيب الأطفال هذولا يعتمدون على حالة مين؟ على حالة أمهم النفسية الجسدية العقلية الذهنية إلى آخره كلنا إن شاء الله بنصير آباء وكلنا إن شاء الله بنصير أمهات بكرة واللي آباء الآن وأمهات أنا مرة أخورة فيكم طيب طيب فالنقطة إذن هنا الآن أنه أنا كإنسان إذا أبغى أستوعب أثري على الآخرين استوعبوا أثر الأم على أطفالها أنا حالتي النفسية تعتمد التأثر على الآخرين أنا في البيت لي تأثير حتى وإن كنت أنا إنسان صامت فأنا لي تأثير صمتي مؤثر صمتي يخلي الناس يتسألون ليش أنا صامت بعدها ممكن يتجاهلون يممكن لا لا يزالون شايلين همي بداخلهم فإذا يعني ما ينفع أبدا أبدا أنه أنا أعتقد بأنه أنا أقدر حصل السعادة وأنا إنسان لن يفعال مع نفسي ولن يفعال مع الآخرين فهذا كان ملخص الدراسة ملخص الدراسة أنك أنت تبني علاقات فعالة مع الآخرين عشان الآخرين هم اللي بيحفزونك دائما ويطلعون أفضل ما فيلك بالمقابل وعلى يعني النقيض تبني علاقة صحيحة مع نفسك حتحصل ومع سيكلوجيتك البشرية حتحصل علاقات رائعة مع الآخرين لأن ما في أحد يقعد مع أحد وهو مو مريح كان عندي صديقة تحب تسوي اجتماعات صغيرة عن مشكلتي أنا معاها في علاقتنا وكل مرة كان في مشكلة كل مرة كان في مشكلة طبعا في النهاية ما قدرت تتحمل لأنه طلع في العلاقة أنا اللي فيني مشكلة ما جلست تقول أنه وهي تدعي المرونة وتدعي أنه أنا والله إنسانة مرينة وأنا العالم كله في مشكلة إلا هي ما فيها مشكلة مع العلم أنه هي يعني مصابة باضطرابات كثيرة فالموضوع وين؟ الموضوع أنه أنا ما قدرت أستمر معاها كصديقة وغيري ما قدرت يستحملها إلى المضطرب زيها فصارت تقول ليش علاقاتي مضطربة؟ طب ما هو أنت تعكسين اضطرابك على علاقاتك فالناس اللي هم أمانك ما هم أمان بالنسبة لك لأنه أنت ما أنت أمان بالنسبة لهم فإذا أنا إنسان من جواتي لا نحاب نفسي ولا نعارف نفسي وموهم بالغرور بالغرور أنه إيش؟ أنا عارف وأنا بسوي وأنا بفعل وأنا أصلا طالما أنه منصب حلو فهذا كفاية لا هذا جانب من جوانب عجلة الحياة أنا عندي ممتاز جانب المهني طب جانبي الشخصي أنا وين؟ أنا مين؟ فعشان كذا الواحد لازم يعرف يقيم يقيم نفسه بالتالي حيقدر يقيم علاقاته بشكل صحيح واضحة؟ ما رح أقدر أكون سعيدة زبدة الكلام ما رح أقدر أكون سعيدة في علاقاتي ومع الناس ومع محيطي إذا أنا لا عندي طريقة أقيم فيها نفسي ما عندي طريقة أقيم فيها علاقاتي أهم شيء عندي في العلاقة أهم معيار اللي هو إيش؟ إنه الشخص هذا موجود بتعب كثير طيب إيش هي طيب الحياة الحلوة؟ الحياة الحلوة اللي تحتوي على لحظات صغيرة مشبعة لقيمك وتجارب ثرية تعزز ذاتك لاحظوا إنه إحنا نعرف إنه السعادة وين؟ يكون عندي سيارة كذا يكون شكل حياتي كذا يكون عندي صديقات كذا يكون عندي بيت كذا يكون عندي 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 طبعا الظروف الخارجية أنا ما لي تحكم فيها اليوم ممكن يصير عندي ثروة بكرة تروح الثروة هذه بس أنا أقدر أرجع الثروة هذه إذا أنا مرتبة من جوة فبالتالي يعني إذا أنا إنسان مريت بوضع مقربع في حياتي قيمي ومبادئي اللي أنا عارفها رح أرجع أعززها مرة ثانية مع الناس اللي أحبهم ومع نفسي بكذا رح أبني سعادة أبدا ما رح تكون إيش منتهية لأنها سعادة متجددة فعلا يا نوح المساحة البسيطة في القلب تسع العالم كله إذا في قلبك مساحة بسيطة من سعة أنه تستقبل ناس تستقبل حب تستقبل تجارب جميلة ما أتكلم عن أنك تستقبل أغراض وممتلكات أتكلم عن تستقبل شيء ثري قيم يومي مشبع صغير صغير ترى قرونة موتي اللي أحبها هذه حاجة صغيرة ممكن تشبعني قلمي الصغير الكتكوت الكذا أنا مرة أحب البنات والشباب اللي يكون عندهم أشياءهم اللي تخصهم اللي لها قيمة عاطفية طبعا مو متعلقين فيها بس لها قيمة عاطفية يحب أن يلبس هذه النظارة يحب أن يمتلك هذا القلم مو يكون عنده سبعة أقلام سبعة دفاتر خمسة عشر غرض خمسة عشر أشياء هذه الأشياء الصغيرة إذا كثرت فوق الحد تصير تعيسة تصير مكتومة حبايبي لا تتضاربون في اللايف والله 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 اسمعوا لا تقعدون تزبدون للناس وتتضاربون معهم لا تستثمرون طاقتكم فإنكم تجاوبون على الناس بطريقة يعني جاوبوا بحدية عادي براحتكم جاوبوا بطريقة يعني محايدة بس يعني لا تحكمون على أحد صدق لا تحكموا لأحد لأنه ما تعرفوا من اللي قاعد يتكلموا إيش فكر فعادي ركزونتوا بس على كلامي وسيبوا الناس بالناس من جد ما عليكم من التعليقات كملوا آه أنت تقولي لي أنا أكملي ما عليكم من التعليقات بشري يما خفتها وشتني يا جماعة في وعدها وشتني في التك توك تعالوا هاو شوها آه يا ربي طيب خلونا خلونا نقول يعني خلوني ألخص لكم هذه النقطة عشان تتبلور بشكل كامل طيب الحياة الحلوة تأتي يعني تجي من لحظاتك الصغيرة تفاصيلك الصغيرة الجميلة اللي تخصك أنت مو المعايير اللي صنعها المجتمع مو المعايير اللي قالوا السيارة الفلانية ولا الشكل الفلاني ولا اللبس الفلاني ولا المنتج الفلاني يا بنات اسمعوا أنا طحت فترة بأنه إذا أنا استخدمت الكريمات الفلانية فأنا رح أحصل النتيجة فتتعب نفسيتي لما نيجي الكريم يخلص ساعات تتخيلوا الصغيرة صارت مربوطة بكريم فصرت الضايق إذا الكريم بيخلص ما عاد أستمتع وأنا أستخدم متخيلين قد إيش؟ الوضع مرة تعيس فلما أنا أكون ماخضة يعني رابطة ساعاتي مثلا بشي معين أو حاطة معيار معين أنه الشعادة روعة السعادة في الممتلكة هذه هتطرب مرة كثير فإذا جزء من السعادة أنه أنا أتحرر أتحرر من الشروط الوهمية أتحرر من الأشياء اللي أنا أعتقد أنها تجيب لي السعادة وأكشفش الأشياء اللي إيش؟ تخصن وتجيب قلبي وتجيب خاطري تفاهمين؟ فمهم مهم جدا أنه الإنسان إيش يكون عارف كد إيش هذا الشي يخصه طيب إيش هي الحياة المزيفة؟ الإنسان اللي فاقد السعادة غالبا يعيش حياة مزيفة حياة وهمية حياة يعني مربوطة أيوة حلوة حلو كلامك نوف مربوطة في أشخاص خلاص أنا إذا هذا الشخص ما هو في حياتي حياتي ناكسة فمثلا أنا إذا ما حصلت هذه الدرجة من الجامعة أنا حياتي ناكسة هذه حياة مزيفة لأنها مبنية على معايير غير حقيقية مبنية على معايير مضطربة أنت ما أنت بغت تعيش على معايير مضطربة صح ولا لا لأنه المعايير المضطربة تقوم تجيب لك إيش؟ قلق تجيب لك اضطراب زي واحدة عسولة إيش كاتبة هنا؟ دايما أخاف من أشياء لسه ما صارت مثل مواد الجامعة أو الدكتورات وأعيش بقلق ومفرد لأنه أنت حطيتي أساس لنجاحك في الجامعة مربوط بيد الدكتورات ومربوط بيد الدرجات أو بدرجة معينة طب ليش ما آمنتي أنه أنا هذه الدكتورة أقدر أجيب درجة معينة وما رح تقدر تسوي لي شي لأنه أنا جبت المعيار أنت ربطي الآن المعيار بالدكتورة ما ربطي المعيار فيكي فدخلت في اضطراب شديد فهذا هو المعيار المزيف ونعم وهذا جزء من التعلق أكيد يما جت واحدة قالت وين اللي هاو شت نورة؟ لأن الحرام حرام مسكينة ما كانت تقصد؟ جاك من الإستغرام يما أنا خفت شوفي خليني أكون واضحة حلو كلامك يا لميس قلتي لازم تمليين الفراغ مفهوم الفراغ إيش يا بنات الفراغ ويا شباب طبعا ما عليش يا شباب لأنه تعودت صالف مع البنات أكثر مفهوم الفراغ إيش يكون يكون أنه أنا إنسان ماني مرتبط بالشيء اللي يخصني أنا باللي ينتميلي أنا فبالتالي أي شيء يجي من الخارج يدخلي على سبيل المثال أنا الآن ما عندي وظيفة يعني حياتي ما فيها مجال مهني ولا فيها مجال تعليمي انتهت من مرحلة الوظيفية وانتهت من مرحلة الدراسية وقعت بالبيت طيب فعشان يعني أوصل لمرحلة إنه ما يكون عندي فراغ طبعا عندي جانبين الآن خلاص تممتهم لازم أشوف جانب ثالث جانب صحتي جانب عنايتي بجسدي جانب فهمي المفاهيين ثقافتي الذاتية جانب ثقافتي المعرفية في الحياة مثلا ذاتية طبعا ثقافتي عن نفسي أتكلم ثقافتي بحيث صحتي النفسية ما يخصها ما فكذا أنا ما رح أكون فاضية لأنه أنا حطيت لي مسار أركز عليه تدريب غير حياتك عندي هو هذا التدريب اللي يتكلم عن هذا الشيء المجالات الثمانية في الحياة اللي أنت تركز عليها لأنه مو لازم تركي لنا نكون وأخذنا منصب معين في ناس ما يناسبهم الوظيفة ما تبغى تكون موظفة وما يناسبها تكون عندها مشروع هل أنا أقول لها أنت فاشلة أنت وحدة فارغة أنت وحدة تافها لا لها مكانها في المجتمع والقيمة اللي تقدمها عشان كذا الحياة الحلوة دحضات صغيرة مشبعة لقيمك أنت وتجارب تعزز ذاتك أنت مو معايير حطتها نورة أدريسي ولا حطها أحمد ولا حطها عبير ولا حطها المدرب الفلاني ولا الكاتب الفلاني في كتاب الحياة حياتك أنت أنت لازم تكون متناغم معها بطريقة معينة بطريقة اللي تخصك وانت راح تأثر عليها زي ما أن أم تأثر على أطفالها لأن أنت قوة مؤثرة أنت ما أنت شخص عادي مجرد شخص عابر كل يوم بطريقة اللي أنت تسوق فيها بالطريقة اللي أنت تتكلم فيها مع الموظفين بالطريقة اللي أنت رايح تشتري فيها بالسلوك اللي أنت تسلكه في جميع يومك أنت تأثر علي حولك لو سواكتي هوجاء هأضايق الناس حيرجعون بيوتهم متوترين مضغوطين فحيغضبون على أطفالهم وعلى اللي حولهم هذه كارما مرة سيئة فعشان كذا الحياة الوهمية والمزيفة اللي تكون يعني معاييرها مزيفة وقوالب وهمية زي مثلا لازم يكون عندي مشروع عشان أكون ناجحة في ناس وظيفتهم إنهم يخلقون وظائف لناس آخرين في ناس يبغون يكونون هم الموظفين اللي يضيفون قيمة للمؤسسة ككل وممكن تكون تبغى تكون توصل لمنصب معين كمديرة مؤسسة بعدها توقف مثلا لهذا الحد بس ما تبغى تكون أكثر هل هذا معناته إنه إحنا نخليها سيئة طبعا أقيسي على هذا النمط اللي تبغى تكون ربة منزل هل من العدل أني أقول عن ربات المنزل أنهم تافهات لازم تكون موظفة عشان تكون لها قيمة شايفين قديش الفكرة يعني سيئة جدد أنا أحقر من إنسان إنسان كبر وتعب ودرس وشتغل على نفسه عشانه بس اختار إنه يقعد في البيت وما يكون له مجال مهني طب هي في قيمة في لها يعني في شيء معزز لحياتها هي بتسوي مو لازم مو لازم إنه أنا أحكم عليها شيء مرة سيء إنه إحنا نحكم على ربات المنزل ونحسسهم بالأقلية ترى هذا صوت مرة مزعج في السوشال ميديا قاعد يطلع إنه إذا ربت منزل فأنت ما إنتي قاعدة تحققين شيء لا معلش هي قاعدة تربي الجيل الجديد هي مشغولة فأنها تطلع لنا القادة الجديدين شكرا شكرا لكل ربات منزل أسست أطفالها بشكل صحي فرغت نفسها للتربية فرغت نفسها لأنها تكون أم رائعة وزوجها رائعة جابت لزوجها الاستقرار النفسي وجابت لأولادها الاستقرار الجسدي والنفسي وكل شيء يعني تخيلوا أنه مربية يعني اللي أخذت دور التربية كأم اتخذت دور أنها تكون تعزز صحتهم تعزز نفسيتهم تعزز في دراستهم تعزز في زوجها مجالها المهني تركت زوجها يركز بشكل كامل على مجاله المهني لا تخافون يا بنات أنك تكونين ربت منزل في بنات يتوظفون بس لأنهم خايفين أنهم يقعدون ويعايبون لا معليش والله الله يجبر خاطركم أنتوا يا ربات البيوت أنتوا لو قاعدين تواجهون تحدي والله أنتوا المحاربين على إيش من يفاهمه فكرة قالب جدا وهمي أنا أحب أسمي قالب وهمي عشان ما بغسب فأقول قالب وهمي فصدق أنتوا بطلات أنتوا بطلات فشكرا لكم على أنتوا قاعدين تقدمونا واستمروا وأجدين لك الشيء اللي عزز شغفك أنت ممكن بكرة بعد ما تربين أولادك أنت تفتحين مشروع ليش لا بس أنه الآن إذا أنت اخترتي خيار انبسط بخيارك وهذا الكلام أقول لكم يا بنات كلكم ويا شباب كلكم الخيار اللي أنت اخترته هو خيارك أنت افرح فيه واحتفل فيه لا تنتظر أحد يحتفل فيه لأن الخيار اللي بيخليك تكون سعيد أنت حتكون سعيد تمام تبغين تبني لك حياة مهنية ابني حياة مهنية هذا اللي بيخليك سعيدة امطلقي تبغى تبني حياة مهنية أنت كولد ابني حياة مهنية انطلق أنت تبغين تكوني ربة منزل انطلقي أنت تبغى تكون رب منزل لأنه أنا أعرف شخصيا من أقاربي رجال قرروا يتركون مهنهم وزوجاتهم قرروا يمتهنون قام متهجموا عليه قالوا لا أنت مو رجال لا معلش هو الرجولة مرتبطة بالمهنة طب ما هو قاعد يقدم هو له مشاركة ومساهمة هو له وجود هو له كيان يعني هو الآن ما يبغى يشتغل طفش من المجال المهني طفش ويبغى يكون موجود الزوجته وولده على راحته أهم شيء حلوة الكلمة هذه أهم شيء أكثر خوفك وانطلب خليك أنت كون أنت لأن السعادة والحياة الحلوة اللي مبنية عليك أنت تمام طيب معايير تخلي الحياة حلوة هذه معايير عامة طبعا أنا ما أحب أخصصلك معايير لأنه كل إنسان له مساره وأبغى يعني أنت تتخذ مسارك وتتخذ قرارك وتعيش مبسوط مع نفسك وكيانك حلوين حلوين اكتشف ذاتك اكتشف شخصيتك اكتشف كينونتك سووا اختبارات تحليل الشخصية وابدأوا اعرفوا إيش المميزات اللي فيكم وابدأوا عززوا فيها شوفوا نقاط الضعف عندكم وابدأوا اشتغلوا عليها هذه بداية اكتشف اللي يهمك أنت بجد بحق يعني الشيء اللي يخصك أنت قيمك أنا كنورة واحدة من أكبر قيمي الأساسية لعائلة اللي ما أسمح اللي ولا شي يتجاوزها بعدين ثاني قيمة عندي العمل عفوا يعني العائلة الأصدقاء بعدين العمل ثالث قيمة عندي العمل فأنا مرتبة نفسي نعارف أنه أهلي حيجون أول قبل لا يكون شغلي زوجي حيجي أول قبل لا يكون شغلي صديقاتي حيكونوا أول قبل لا يجي شغلي بعدين رح أحط شغلي ثالث شي مو معناته أنه أنا أقصر هنا ولا أقصر هنا بس هذا اللي يسعدني أنا في ناس بالنسبة لهم الشغل أهم بس هل الشغل واقعيا يعزز من صحتك النفسية زي الدراسة اللي في البداية حكينا عنها لا فإذا معناته أنت لازم توازل كفة بحيث أنه قيمتك الحقيقية ما تكون قيمة الشغل أعلى تكون قيمة خصك هي اللي تكون أعلى تمام ثالث شغلة اللي هي تطوير ذاتي إيش معنى تطوير ذاتي يعني مجرد ما أكتشف الثغرات اللي فيني أنا رح أشتغل عليها وأطورها برضو أمتلك إيش الصحبة الممتعة الصحبة المشبعة الصحبة مو الصحبة اللي تكلمني كل يوم الصحبة اللي لازم لا دقيت ترد علي وتكون موجودة إذا ما رديت عليها فهي ما هي صحبة حقيقية طب الناس مشاغل طب الناس عندها قيم أساسية طب الناس عندها أشياء مهمة غير أنها تكون صاحبتك إحنا ما نستوعب هذا الشي إحنا نطالع الموضوع بزاوية أنه أيوة خلاص هذا الإنسان لازم يعاملني بألف باء جيم دال طب هل الإنسان هذا يقدر يعاملني بهذا الطريقة ولا يقدر يعاملني بطريقة أفضل مما أنا أتوقع لأنه أنا رسمت طريقة إيش ومعيار وهمي قالب كذبي للعلاقات إحنا للأسف مليانين قوالب وهمية للعلاقات ما رد عليه بسرعة ما أهمة ما كلمني ما أهمة ما سأل عني ما أهمة فيه ناس طب عندهم اضطرابات في التواصل ما يعرفون حتى يتواصلون مع نفسهم كيف تتوقع أنه يتواصل معاك بطريقة صحية وهو مضطرب حتى مع نفسه فيه سلوكيات كثيرة مضطربة ترى الواحد يطلعها طبعا لما نقيص الاضطراب ترى الاضطراب مستويات فيه اضطراب يؤدي إلى مشكلة نفسية عميقة وفيه اضطراب يعني مثلا زي الغضب الغضب اضطراب يقوم يسوي لما يكبر الغضب يقوم يصير مشكلة سلوكية يبدأ يصير الإنسان عصبي لكن في أصل العصبي هو غاضب الغضب اضطراب واضحة حلو خلوني أشرح هذا المنطق التواصل أساس العلاقات لكن التواصل اللي أنا أتكلم عنه معاييرك أنت هو التواصل المضطرب فاهمين؟ يعني فيه إنسان مثلا يرعى أهله طول اليوم يرعى أهله بعدين يروح يقوم مثلا يشتغل موظف لما يجي النهاية اليوم يلا يلا ينام يأكل يشرب ممكن يكون يدرس طالب في نفس الوقت فهو يرعى أهله يدرس وإيش؟ ويشتغل فمتخيلين الثلاثة هذه الأشياء هل حتخليه بالتواصل المناسب؟ إنه مثلا يكون كل يوم يسلم عليه ويتكلم معاي لا بس ممكن يعطيني وقته في نهاية الأسبوع فمعياري أنا لما أقول لازم يتواصل معاي كل يوم عشان يكون صديق حقيقي وأجاهل نمط الحياة فكذا أنا إيش؟ أحط معيار غير واقع على هذا الصديق فأضطرب أنا معاه واضحة؟ وضحت لك النقطة؟ فإنسان أراعي شغله أراعي ظروفه أراعي حياته لكن في نفس الوقت وفي نفس الوقت أراعي المعايير اللي أنا حطتها هالمعاييري حقيقية والمعاييري وهمية للتواصل مع الأشخاص اللي حولي شريكي في معيار واحد للأبد يكون في التواصل وهذا شيء مختلف تماماً هل سنتكلم عن علاقات الصداقة مختلفة علاقات شريك الحية؟ معايير شريكي يعني معايير عفوام التواصل في الصداقة مختلفة عن معايير التواصل مع شريك الحياة شريك الحياة لازم تواصل يومي لازم تواصل مستمر لازم تعزيز مستمر بس ممكن أنت تحطين المعيار أنه زوجي يكلمني أربع ساعات هذا المهم طب ممكن زوجي يقدر يكلمك ساعتين ممكن يقدر على ساعة ونص في فترة الملكة مثلا بعد الزواج لازم يكون متواجد ساعات معينة في اليوم فملاحظين أنه يعني الفرق بين ألف وباء واضح لكم الفرق ولا تحتاجوني أشرحها كيف أعرف المعيار الحقيقي من الوهمي؟ مرحلوا السؤال هذا المعيار الحقيقي يعني أنه أنا أركز على القيمة مش على الرقم يعني أركز على أنه والله هذا الإنسان يحبني من قلبه والله مثلا صديقتي عبير خلينا نعطي مثال واحدة اسمها عبير صديقتي عبير من النوع اللي لما أحتاج شغلة وتكون قادرة تلبيها لي تكون قادرة ركزوا شرط أنه هي تكون قادرة تلبيها لي ما تردني أبدا صديقتي عبير لما أبغى أتواصل معاها حتى وإن ردت متأخر دائما توضح لي أنه هي مهتمة وتعتذر لي وتوضح لي أسبابها وأحيانا لما أسألها وما تقدر توضح لي أسبابها تقول لي والله عندي ظروفي وأنا ما أقدر هنا تواصل عبير صحي هنا عبير قاعدة تحاول تبين لي أنه أنا قيمة في العلاقة فهذا المهم لكن هل عبير عندها القدرة أنها تكون متصلة معاي الآن على اتصال مستمر؟ لا عندي صديقة مرة أحبها اسمها مونة طيب هذا اسمها الحقيقي يعني مونة تزوجت كنا مرة قريبين لبعض وتزوجت فجأة بعد ما تزوجت أول سنة من حياتها حملت والآن لنا تقريبا ثلاثة سنين تواصلي مع مونة بدون أي مبالغة كل ثلاثة شهور إلى أربع شهور مرة أشوف مونة كل شهرين إلى ثلاثة شهور مرة حالة مونة لما أجي أرى أطالعها وطبعا لسا كلمتني قبل كم يوم واعتذرت لي رجعت أعط لها الكلام اللي أنا قاعد أعيده لها من ثلاثة سنين يا مونة ركزي على حياتك أنت الآن مريتي بمرحلة زواج بعدين مريتي بمرحلة وصرتي أم فجأة فهذا الشي يخلي الواحد يتبعثر في ألف جهة أنا وأنا فاتحة مؤسسة يالله يالله ملحقة على أهلي وحياتي وشغلي فما بالك أنت اللي يعني جسد تسوين حاجة يعني تعتبر عظيمة التربية شي عظيم يحتاج تركيز يحتاج طاقة غير النمونا عندها حياة وعندها ظروف أنا ما أدري فيها عندها صحة نفسية عندها أشياء أنا ما أعرف عنها تدروني مني ضايفة لا مونة سناب ولا ضايفة في ولا مكان وتواصلنا وتسب بس كل ما أشوفها يبتهج قلبي وكل ما تشوفني يبتهج قلبها لأنه ركزت على القيمة ما ركزت على كم مرة مونة لازم تكون موجودة كم مرة مونة لازم تكلمني ولما أحتاج صدق صدق أحتاج مو بس أبغى أبكي لا أحتاج شي معين لو أتواصل معاها متأكدة أنه هي فعلا هتكون موجودة لكن أنا ما أحط عليها معيار معين خلاص هذه حياتها وهذا اللي هي تقدر عليه فأنا أحط المعيار بناء على اللي هي تقدر عليه واضح لكم الآن المعيار الحقيقي من الصح من الوهم في العلاقات طيب النقطة اللي بعدها اللي هي الهوايات أنا لما أكون شغوفة بهواياتي أعرف إش هواياتي أعرف الشي اللي أحب أمارسه حياتي هتكون حلوة هذي هتكون واحدة من التفاصيل اللي تشبعني إشباع الذات بأنه أنا أعرف إش الناقص فيني إش الشي اللي أنا محتاجة أشبعه في واحدة من عجلة الحياة يعني شوفوا أب بقول لكم إياها الآن عشان توضع طيب عندكم شي اسم منظومة التغيير هذه أنا سويتها بناء على سبعة والحمد لله داخلة في الثانية سنين من التدريب طيب منظومة التغيير إيش يعني؟ يعني أنه أنا عندي جوانب أساسية في سيكولوجية البشرية تحتاج أني أغيرها تحتاج أني أشتغل عليها في ناس عندهم مشكلة مع مشاعرهم في ناس عندهم مشكلة مع أفكارهم في ناس عندهم مشكلة مع الحب أصلاً كيف الحب الصحي كيف أتزم في حياتي في حبي مع نفسي مع الآخرين في ناس عندهم مشاكل تعلق في ناس عندهم اضطراب في الاحتياجات في ناس أصلاً مو عارفين إيش معنى التغيير هذه المنظومة المتكاملة سميتها منظومة التغيير وتأثر على المسار العالم الداخلي إنت داخلك في عالم ما نعرف عنه إحنا ما قد التفتنا لعوالمنا الداخلية إيش فيني إيش ما فيني إيش ناخذ إيش ما ياخذ فكل هذا يأثر علينا ترا كبشر فأنتي شوف فين النقص في بدايتك طبعا كل هذه أنا مسويتها كتدريبات على منصتي تمام بس أبغى أشرح لكم ليه أنا أساسا وصلت لهذه المرحلة وأسست هذا الشيء كنورة عشان صدق تعرفون أنه فيه فقد كبير إحنا ما إحنا واعين فيه أتذكر يعني واحدة من المقابلات أو فيه يعني منشورات بشكل عام كثير من ناس اكتشفت أنه ما يعرفون أنهم مكتأبين ما يعرفون أنهم حزنين ما يعرفون أنهم عايشين يقولون الحياة ما هي حلوة لا الحياة حلوة أنت اللي مو عارف كيف تخلي حياتك حلوة ما عندك هذه المعلومات وما هي مقدمة لنا بطريقة ممنهجة ومهيكلة ما حد قاعد يشرح لنا بطريقة زي الطريقة اللي أنا قاعد أشرحها أنا شفت هذه الثغرة في مجتمعي لأني رحت المجتمعات الغربية درست بره تعلمت بره شفت أشياء كثيرة بره ما هي موجودة عندنا فجيت الآن أعزز هذا الشيء بطريقة متحفظة بطريقة لائقة مو بطريقة بشعة وعشوائية واجلس وأغمض عينيك وبتتحل مشاكلك اكتب على الورقة وبتتحل مشاكلك صحيح أفرغ على الورقة بطريقة معينة بفكرة معينة عشان تنحل مشاكلي إيوه بس أنه بس أكتب المشكلة لا ما رح تنحل واضحة الآن رح أستقبل الأسئلة لكن اللي حاب يعرف أكثر عن مؤسستي عن الدورات اللي أنا أقدمها عن التدريبات عن إنه متى يتدرب معاي كل روابط التواصل الخاصة فينا موجودة هنا امسحوا البر كود بس خلوني أقرب على البر كود كده شوية عشان تصورون الشاشة طيب صوروا الشاشة على البر كود حبايبي وخلاص من هنا حتحصلون كل المعلومات اللي أنتم محتاجينها أنا ما قدر أجاوب على كثير من الأسئلة أبغى صدق أجاوب على الأسئلة اللي تخصكم يعني الأسئلة اللي تنتمي لكم أنتم فعشان كذا هاتوا الأسئلة وأي شيء يخص المنصة أهو أي شيء يخص التواصل حقي أهو صوروا الشاشة تمام يلا هاتوا أسئلتكم الآن نحن مستعدون من أجل الأسئلة هيا نبدأ بسم الله نشوف أسئلتكم يا حبائب قلبي آه هذا انضمام للبس أنا لا أقبل انضمامات كيف نتخلص من سوء الظن مع الآخرين وخاصة المقربين شوفي سوء الظن ما يتكون إلا بسبب إيش أنا كإنسان شفت أشياء معينة أثرت عليه فهمته؟ يعني صار عندي نظرة معينة هي اللي خلت فيه قالب نظرتي مبنية عليه فإليما أتحرر أنا من هذا القالب ما رح أكون حرة ورح يكون كل شيء مضطرب بالنسبة لي طيب أي أحد يسأل يا جماعة بخصوص المؤسسات بخصوص التواصل معاي إذا أنت تمثل مؤسسة تمثل مدرسة تمثل جهة معينة كلمونا على الرابط افتحوا سووا سكان للبار كود حتلقوا الرابط خدمة العملاء اتوصلوا معنا هناك حنجاوبكم على كل أسئلتكم لأن احنا مرتبين مسارات للشركات للمؤسسات حتى النوادي الرياضية في عندنا تعاونات مع مختلف الجهات فحياكم تعالوا ما عندنا أي مشكلة تمام؟ فحطوا أسئلتكم في مربع السؤال وتعالوا هاتوا أسئلتكم يلا نورة بليز نبغى بث عن خروجنا بعد علاقة والتعلق اللي يجي واللي خليني أتمسك فيه طب إيش رايك أنه هذا موجود على اليوتيوب على التطبيق الأحمر أنا ما بغى أنطرد من التك توك فموجود على تطبيق الأحمر ترى أنا متكلم عن مواضيع كثيرة عندي مكتبة كاملة من المواضيع بس لما أتكلم على منصة أنا أتكلم بشكل عام لكن لو أخدتوا تدريب حتلقون المعلومة الممنهجة لأنه مو صحي أنه أنا أجي على المنصة وأقول كلام مخصص وأنا ما أعرف يعني وأنت محتاج تمر بهيكلة نفسية معينة عشان توصل للحل مرة واضح كيف أنشغل عن شخص خذلني؟ جماعة خلونا يعني نتفق على شغلة طيب خلونا نتفق على شغلة ما في شيء أبدا اسمه شخص خذلني لا تؤمنون بالخذلان بالله يعني تحملوني شوية أنا أعرف أنه هذا كلام جديد تسمعون مني بس شوفوا إذا أنا مريت بتجربة مع إنسان والإنسان هذا تصرف بطريقة معينة فهذا الطريقة تمثله هو تمثل أفكاره مبادئه قيمه كينونته إذا هو إنسان ما يعرف يثمن العلاقات أو ما عنده حسن التصرف اللي يخليه يعرف قيمة علاقة في حياته فمو معناته أنه أنا أجي وأقول خذلني هو طب أساسا عنده مشكلة هو عنده اضطراب ليه أنا أخلي الموضوع عني وأحوله المأساة فاهمين علي فعشان كده المصطلح هذا ترى مرة سلبي مرة مؤذي إذا أنت خليت الأذى يخصك حيصير الأذى رفيقك إذا أنت خليت الألم يخصك حيصير الألم يخصك ينتمي لك لكن لما تخلي السعادة هي رفيقك لما تقول أنا رح أكون مرن وسلس في علاقاتي وسمح في حياتي خلص إيش رح يجيك وقتها ما رح يجيك للسعادة والرحمة والفرحة والبركة بس سمن تقرر أن تشوف كل شيء وتقيم كل شيء يعني يا جماعة لا تعيشهم بطريقة تقييم لا تمسك كل شيء وتقعد تقيم 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 بقيم أمي بقيم أبوي بقيم صداقاتي بقيم زوجي بقيم أهلي بقيم 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 هذا الشي ضرك أنت أهلك هم أهلك زوجك هو زوجك صديقك هو صديقك أختك هي أختك لما تشيل هم أختك وصديقك وحبيبك وقلبك وعمرك وتشيله وتحطه على كتفك هتهلك نفسيا صحتك النفسية مرة هتضرر لكن لما تكون إنسان حر منطلق سعيد مريح خلاص هترتاح والله هترتاح لأنه الحياة تبدأ منك في بداية البث إيش قلنا الحياة تبدأ منك إذا خلقت مساحة بسيطة في قلبك هتكبر الحياة الكلمة هذه حلوة صديقي مو صديقي أقدر أنهي العلاقة وما يكون صديقي فعلا الصديق هو صديق بشكل محايد ناسبني كمل معاي كمل معاي وفي سنة من سنوات حياتي ما ناسبني ما أقول يا إلهي العشرة كيف هانت علي عشرة العمر اسم سمع بقول لكم هذا شيء يتكرر كثير مع المتدربين اللي ياخدون جلسات خاصة معاي إذا كانوا يتكلمون عن موضوع الصداقات والعلاقات والخذلان طيب يقولوا لي أنا ما أدري يا نورا كيف صديقي سوى فيني هذا الشيء أنا ما كنت أتوقع أنا ليه علاقات ليه لنا علاقة مع بعض 15 سنة 20 سنة إلى آخره يعني لنا علاقات سنين أول سؤال أسأله ودائما يا جماعة دائما دائما شفوني قاعدة أبحك ليه لأنه يعني هذا مفهوم مرة بسيط يغير متدرب مجرد ما يسمع هذا يجاوب على هذا السؤال يتغير مفهومه للعلاقات بالكامل إيش هو السؤال السؤال هو هل هذا الشخص عامل الآخرين بهذه الطريقة قبل لا يعاملك دائما الجواب يكون إيوى دائما يا جماعة إحنا ما نركز على الناس كيف يعاملون الناس إحنا نركز على كيف يعاملونه ما نشوفهم كأشخاص إحنا نشوفهم كصديقي وانتهى ما نشوف أنه عنده مبادئ قيم أفكار إلى آخرين نفس الشيء الأهل ما نشوف أنه عندهم مبادئ قيم أفكار خاصة فيهم ما نشوفهم كيانات مستقلة ما نشوفهم أمي أبوي أختي لا نشوفه كبشري بشري مربع تجارب مربع أشياء معينة زرعت فيه هذه الأفكار فبالتالي دائما وأبدا حيسوي أشياء ما تعجبني وأنا نفس الشيء لو جيت لمحله وسألته وقيته ش رايك في فلان بيقيمك بناء على مبادئك وقيمك وأخلاقياتك بطريكته فبدل ما إحنا مشغولين نقيم بعض بدل ما إحنا مشغولين بأننا نكون نتابع بعض ونشوف بعض نكون مشغولين بأنه إيش نحايد نكون في وضع محايد وبعدين نقرر هذا الشخص مين بالنسبة لنا كيف أنسى الماضي السيء وأبني حياة وصحبة جديدة لميس أنت مرة عجبتني كلمة لميس مرة ممتازة اسمها تخطي التخطي كيف أتخط تجربة أنا مريت فيها كيف أتشافة من تجربة أنا إيش مريت فيها طيب هذا المصطلح الأول اللي برضو يقول إذا اللي حوالينا جلسين يقيمون حتى لو ببطلنا آه ببطنا قاعد أقراها بقين طيب إذا اللي حوالينا جلسين يقيمون أنا وش علي فيهم إيش علي أنا من الناس إيش على الناس مني صح ولا لا خلي الناس يكونون هما خلوا يا جماعة شفتوا إحنا كيف مرتبطين باللي حولنا فهمتوا لش تخصصت في العلاقات لأنه إحنا مرتبطين باللي حولنا لدرجة أنه كل حياتنا بدون مبالغة مبنية عن اللي حولنا كيف هما يفكرون كيف هما يقولون لازم يكونوا يفكرون بطريقة معينة عننا عشان نرتاح ترى عادي اللي حولك يكون مراضي عنك وتكونوا تحبون بعض وعايشين حياة سعيدة هل معقولة كل الناس كل الناس كل الناس عايشين مع أباء أمهات راضين عليهم وعلاقتهم طيبة أنا أعرف كثير كثير من بيئتي من مجتمعي من متدربيني أهليهم ما هم راضين عليهم ما معاجبني أنه أنت يا بنتي تدرسين كذا ما معاجبني أنه أنت يا ولدي تخصصت في كذا الشغل اللي أنت تسويه والله مبعاجبني المهنة اللي أنت ممتهنها الدراسة اللي أنت درستها مبعاجبتني لكن ايش كملوا وحققوا نتائج وعاشوا ومبسطوا ويحبونها ليهم ويزورونهم بالضبط اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية طنش تعش تنتعش الله الله إيش الأمثال الحلوة اسمعوا البث الجاي بكتب أمثالكم في بداية في بداية كل بث هنقول بث اليوم برعاية طنش تعش تنتعش بث بكرة بسبوع الجاي برعاية كذا 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 أحس بنضحك أكثر أنا صراحة ودي نضحك أكثر مع بعض والله حقيقي يعني ترى لازم ناخذ الأشياء ببساطة أكثر إحنا مرة مكبرين الأمور الله عفيك عبد الرحمن مرة إحنا مكبرين الأمور ترى مرة 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 ما ينفع أبدا تكبرون الأمور طيب إش رايكم أجاوب على السؤال كيف أطنش صح إش رايكم عجبكم كيف أطنش صح كيف نطنش بالشكل الصحيح يا حبايب قلبي أنا أطنش بشكل صحيح بإني أنا أمتلك القوة الداخلية إش معناته هذا الشيء الإنسان ما يكون قوي إلا لما يكون مرتب من جوه ما يكون مرتب من جوه إلا لما يعرف نفسه يتواصل معاها بشكل صحي فإذن إذا أنا من جد أبغى أطنش يعني والله أنا قاعد أعطيكم كلام حقيقي وواقعي جدا يشهد الله على ما أقول وشهيد طيب إنه أنت تبغى تكون إنسان في هذه الدنيا ما يهمك ولا شي وفي حالة حياد نسميها تلططنيش نسميها حالة حياد في حالة حياد جدا عالية رجع عن نفسك شوف ليش قاعد تتأثر ليه هذا الشي قاعد يأثر فيني إيش الثغرة اللي عندي اللي تخلي هذا الشي أثر فيني هل هو فكرة هل هو مبدأ هل هو قيمة هل هو مثلا أنا حط شي مهم وهو مهم وشي مهم هل أنا مثلا عندي قوالب وهمية موجودة جواتي لأنه لازم ترجع لنفسك لأي موضوع صح فعلا لابد أني أرجع لنفسي لأي موضوع حصل عشان أنا أقدر أحصل إيش حياد عشان أقدر أطنش تعش تنتعش لكن وحدة خلوني أعطيكم مثال على وحدة أنا مدرل شويني اليوم ماسكة على البنات خلوني أعطيكم مثال على وحدة هذه الإنسانة عاشت حياة أبوها دائما ينتقدها وأمها دائما تنتقدها ما حصلت بيئة محبة ولا بيئة داعمة طيب شخصية هذه البنت لما تكبر إيش هتكون مرتاحة ولا قلقة هتقدر تطنش ولا كل شي هيكون إيش مؤثر عليها قلقة برافو جدا مهزوزة كل شي يأثر عليها فكيف أنا أقول لها طنشي كيف أنا أقول لها تجاهلي كيف أنا أقول لها سلكي ما حتقدر تسلك لأنه جوه في فراغ اليوم اليوم إذا أنتو تبغوا حتى التخطي لميس خاص لا تحلبين التخطي حبيبتي خلاص تستخدم مصطلحات جديدة عشان أدلعك تستخدم مستخدم عشان أركز معاك والله هاتف صلحات جديدة أيوة ما رح تقدر تطنش ولا رح تقدر تتخطى وافحة فمهم مهم جدا جدا يا أصدقائي يا حبايب قلبي إنكم إيش تشتغلون على القوة الداخلية على علاقتك مع نفسك على ثغراتك كل ما اشتغلت على ثأرتك على ثأرتك روعة على ثغرتك كل ما زادت نسبة إيش كل ما زادت نسبة إيش قوتك لأنه الثغرة هي اللي تخلي الشي يأثر اللي عنده فقدان في موضوع معين لو جت أي علاقة أعطته نفس الفقدان هذا بيندمر بينهار لكن اللي عنده إشباع إيش هيصير يرتاح طيب ارسلوا لي في بوكس الأسئلة يا جماعة لأنه أنا هناك أشوف طيب عندي كيف الشخص يقدر يتخطى الأشخاص المنافقة اللي أذوا بالماضي ولقى أحد موجود بحاضرة يقرب لهم طيب شوفي قاليني أقول لك شغلة مرة سؤالك حلو لاحظوا إن هنا في نقطة كيف الشخص يقدر يتخطى الأشخاص المنافقة شوفي أساساً تخلي الحياة عندي في الأشخاص في شخص واحد تجربتي مع شخص واحد هي اللي تحدد الحياة بالنسبة لي وهذا شيء مو صحيح أبداً فعشان كذا أبداً لا تقولون كيف أنا أخلي شخص ما يأثر علي أنت أساساً لا تحط يعني عفواً كيف أخلي يعني ما أربط ذا بذا أنت أساساً ثق العلاقة ثق العلاقة بين أن الحياة شيء والأشخاص شيء وفلان اللي سوى الموقف هذا شيء يعني وحدة كذبت علي ومثلاً وسرقت مني هل كل وحدة بعدها بقول ممكن تسرق مني هل هذا منطق طب في ناس كويسين في ناس ما يسرقون مني في ناس ما يخدعوني الحياة ترى تمشي بالثقة إذا ما تعلمنا بالحماية الله وبرعايته خلاص وانت أمني على نفسك وانتهى الموضوع خلاص فيه شخص منافق مضطرب مسكين هذا معتوه مسكين والله مسكين مسكين يا ربي يلا طيف معيش أنا أسف أني قيت معتوه بس من جد هذا الشخص مضطرب يعني مسكين خلاص إيش نسوي له أجلس أحزن أنه هذا مضطرب وسوى فيني كذا خلاص هو يعرف في الحياة النفاق هو متربي عن النفاق هو كابر على النفاق فأنتم تخيلين حياته قديش سامة يا لطيف يا لطيف قديش الحياة اللي هو فيها مضطربة الأصل والأساس أنه أنا إيش أتقبل الواقع بكل جوانبه يعني أتقبله أنه الواقع حقنا فيه أشياء تعجبنا وفيه أشياء ما تعجبنا فيه أشياء ممكن تأذينه بس أنا أحاول أحمي نفسي بني أحط حدود وانتهى الموضوع خلاص ليش أوتر نفسي وأزعل بالنهاية من جد هو الشخص هذا هو اللي بيتعب أنا دايما أشك بحب الناس لي ودايما أحسهم ما يحبوني ودايما أسوء الظن باللي أحبهم إيش الحل وتم تشخيصي اكتئاب وقلق هل لها علاقة طيب حلوين حلوين ركزوا معاي ركزوا معاي كل اللي موجودين الآن إذا أنت مشخص بمرض نفسي طيب مو أنت مريض نفسيا ترى فيه فرق أنت مشخص بمرض نفسي لا تنسب المرض لك المرض عارض وليس أنت طيب فأرجع وعيدها إذا أنت مشخص بمرض نفسي فالمرض النفسي حيعكس على نظرتك للحياة وتعاملك مع الآخرين طيب فضروري مع المرض النفسي اللي أنت مشخص فيه يكون فيه علاج سلوكي إيش يعني علاج سلوكي؟ علاج السلوكي يعني علاج ممنهج مهيكل فيه مشكلتك فيه ناس يتقبلون العلاج السلوكي أنه يكون مع أخصائي نفسي فيه ناس يقولون لا النماذج اللي يستخدمونها التدريبية الأخصائيين النفسيين ما تناسبنا فيجون عندي من أكثر يعني العملاء اللي جوني جوني من مراكز نفسية كثيرة قالوا إحنا اشتغلنا على الجانب النفسي خلاص نحتاج الآن الجانب السلوكي وإحنا شايفين أنه مشكلتنا يعني وحدة من الجوانب هذه مشكلتنا في وحدة من الجوانب هذه فإيش تنصحيننا يا نورة وبدأوا من هنا طيب بدأوا من هذه النقطة فأنت نفس الشي أقول لكم إياه إنت عندك مشكلة نفسية عندك اضطراب في جانب معين شوف وحدة من الأشياء اللي موجودة في المنظومة هذه وبدأوا تشتغل عليها سواء عندي أو عند غيري ترى البرنامج التدريبي الفكرة منه أنه يعطيك آدات تشتغل عليها للأبد واضحة ف ووو شوفوا هذا كلامها مرة ومثل الاهتمام أنا التك توك شخصني ترى اختبارات الشخصية ما هي يعني الاختبارات اللي موجودة رابط فيه 20 سؤال 30 سؤال ما هي كافية انك تشخص أبدا حتى أنا أنا كنورة لما يجيني متدرب ياخد معاي هو المكالمة هو الجلسة يقولي نورة ايش رايك ايش مشكلتي اقول له مستحيل اعطيك رأي هذا ما فيها رأي مبدئيا حسب كلامك اللي انت قلته انه عندك مشكلة في 1 2 3 فاللي عنده مشكلة في 1 2 3 يكون 1 2 3 لكن ما اقدر اقول انت مثلا عندك وسواس قهري ولا انت عندك ما اقدر اشخص بهذا الطريقة مستحيل لانه ممكن يكون الشي اللي عندك مشكلة مبنية على فقد معين لو عالجنا الفقد هذا خلاص ثغر وانسدت اتعالج الموضوع فابدا لا تصدقوني الكلام اللي يقول عشرة علامات تدل على انك مكتئب سبع نصائح تجعل حياتك الزوجية مدري ايش فيها خمسة التشخيص النفسي يحتاج وقت التشخيص حتى انا لما اجي بعالج او مش بعالج يعني لما اجي ادرب متدرب عنده مشكلة نفسية اعامله بطريقة جدا محايدة لانه اكون حذرة تماما في انه ازرع اي فكرة في مخه لانه مخه الان حساس وهش انت مخك الان حساس وهش فما ينفع ابدا انك تتصدق اللي قاعد ينقال ابدا ابدا فعلا تشخيص النفسي يحتاج دكتور او مختص طيب في سؤال مرة عجبني لو ما نقدر نعالج اسمع اسمعوا هذه اي خف دمكم والله انكم تسعدوني صراحة ربي مرة شكرا طيب ايوة طق طق جاء السؤال اللي انا ابغى اجاوب عليه وهو السؤال اللي انا بختم فيه لانه انتهى وقتنا طيب هل ممكن حنا نتعالج كفرد نعم ممكن هل ممكن انه انت تساعد نفسك نعم ممكن هل ممكن انه انت تستمر في رحلة العلاج لوحدك نعم ممكن لكن يا حبايب قلبي نقطة مهار مهمة ومحورية عشان تبدأ رحلتك صح لازم يكون عندك ادوات والادوات ما تقدر انت تجيبها لنفسك انت محتاج مصادر علمية زي لو انا جاني صداع واستمر معي ثلاثة اسابيع هل هل اقدر اقول انا رح اكل مسكن وخلاص انا اشخص نفسي انه احتاج مسكن لا احتاج افحصه فما بالك عندك ثغرة نفسية عمر معناته انه انت تحتاج تشتغل على نفسك عفوا تحتاج تشخص وين مشكلتك بعدين تتجه لأكثر شخص متخصص في هذه المشكلة وتبدأ يا تتواصل معه يا تاخذ عنده انا في يوم من الايام ما كان عندي ترى المادة اللي تخلي اروح اتعالج عند مختص او حتى احضر دورة ما كان عندي المادة الصدق فايش بديت بديت اتابع هذول الاشخاص بديت احضر بثوثهم بديت مثلا زي كذا اسأل اتفاعل اتكلم معهم لا صراحة ما تكلمت مع احد عشان ما حصل انه انا اتكلمت مع احد الا بعدين لما صار عندي الوضع المادي الكويس او اللي انا اقدر ادفع فيه لكن ساعت برضو حطيتها واحدة من اهداف انه اتعالج نفسيا مع متخصص بمشاكلي على اساس انه وعلى اساس ها صار عندي هدف وطموح كبير فبالتالي الان لما صار وضع المادي مرتاح الحمد لله رب العالمين صرت اقدر ادفع متى ما انا احتجت لكن ما حطيت نفسي في اطار قلت لا انا خلاص لازم الشخص هذا هو اللي عالجني ولا حطيت معالج نفسي واحد ما بغاكم حتى تقولوا النورة هي اللي بتساعدنا محتوى نورة هو اللي بيساعد فعشان ألخص لكم النقطة الاخيرة حقتنا النقطة الاخيرة اللي هي هل اقدر اعالج نفسي مع نفسي نعم اساسا ما حد يقدر يعالجك من بره انت الوحيد اللي تقدر تعالجك لكن انا احتاج الادوات اللي عند مختصين هما هي اللي تساعدني واضحة فلما اعرف الادا وانوع ترى لا تعتمد على متخصص واحد انا مهما كان متنوع افجوان بي لكن ممكن انت تكون مشكلتك ما هي موجودة عندي لكن انا مشكل يعني الاشياء اللي انا اساعد فيها مثلا الاكتئاب لا ما اقدر اساعد فيه لكن ادارة المشاعر سيكولوجية الحب ادارة الافكار التعلق الاكتئاب اللي ناتج عن هذول يس انا اساعد فيه لانه هذا تخصصي تمام نعم فيه جدول سبحان الله انتم قاعدين تستبقون كل شي تونى اليوم مصممين جدول خلاص كل شهر نقول لكم ايش البثوث ايش البرامج التدريبية فتابعونا على الاستوريات هتلقون كل شي احنا هننزل لكم والله انكم فنانين احنا مرة متناغمين مع بعض يا جماعة بيكون موجود بالأحمر لا تخافون كل البثوث تكون في منصتي او تدريباتي تكون في منصتي محتواي يكون موجود على التطبيق الاحمر خلاص تبغن تبدأون في مكان واحد تستمرون في مكان واحد يصير قائمة شغالة لكم وان شاء الله قريب هنفتح على الساوند كلاود بعد عشان يصير مرة بشكل ممتاز فكل اربعاء هيكون بثنا تمام والله انتم شكرا كمال لحضوركم مرة ممتن لحضوركم شكرا شكرا يعني مبسوطة فيكم وان شاء الله البثوث الجاية هنتفعل اكثر كل اربعاء هيكون في بث اول نص ساعة تقريبا من البث هتكون موضوع البث واخر نص ساعة هتكون زي كذا اسئلة وتفاعل واتكلم معاكم وقال لا يخليكم لا يكون هذا اخر بث اللي حضروا اول مرة يعني احضروا اكثر من مرة فشكرا لكم والله حتى انا مرة احب اني اتفاعل معاكم ايه صح عجبك نظام البث حتى انا والله عجبني تمام الله يحيكم شكرا على حبكم الله شكرا يا بيان بيان تقول هذا البث الثامن والتاسع اوف الى نهاية السنة اصلا تدرون دوم مرتبة عنوين البث هذا يعني يا الله يا الله شي جدا جميل شي جدا جدا جميل يلا الله يحفظكم اشوفكم على خير حبايبي مع السلامة